السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم معنا في هذه الحلقة الخاصة برمضان وفي رمضان وأبو مطران في رمضان دائماً وهو يقدم هذه الحلقات وهذه الفقرات الخاصة برمضان ففقرتنا الليلة نحمد الله أولاً وأخيراً على أنه بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وكذلك نرجو منكم الالتزام بالمنازل حرصاً وحفاظاً على سلامتكم وأرواحكم وأنتم كما تعلمون أنه يا جماعة الخير الواحد إذا خرج وطلع واحتكب هذا لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله ولا قدر قلت شفتوا الكرتون أم قوطاً تون أم قوطاً حباً واحدة تخرباً كرتون كله فهذا المرض مصيبة أنه لو واحد لا سمح الله حط فيه ينقول لا أم أسره كلها وينقول لنبيت وينقول لجيران وينقول وخلاص إذا سكتت عليه ما أنتبهت له ما بلغت عنه ما تكلمت عنه أني عندك فلهذا نحرص بقدر المستطاع على التعاون ورب ضارة نافعة يا جماعة رب ضارة نافعة أحنا قد نقول وعسى أن تكرهوا شيئاً وخير لكم فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل لنا خير ورب ضارة نافعة كما قلت لكم أننا توحدنا أمام هذا المرض ومع حكومتنا ومع تعليمات حكومتنا ومع أسرنا ومع أنفسنا ومع كل شيء والحمد لله حتى الله يخلصنا وإن غداً لناظره قريب الصبر طيب وبعد كل مرض أو بعد كل بلاء فانفراج إن شاء الله والله سبحانه وتعالى هو الذي يفرج الكربات فمن هنا علينا أننا نحرس بقدر المستطاع على استغلال هذه البيوت اليوم لقراءة القرآن حتى اللي يتعذرون بالكورة ويتعذرون بالدوري ويتعذرون ببجي هذا وملعب هذه هذه الألعاب ما تصلح في رمضان حتى من غير كورونا الألعاب وقضاء الأوقات اللي يعني تضيع الوقت عليك القرآن مثل الألعاب على الببجي هذه فضيحة ومصيبة أو تتفر إلى صور خليعة أو صور لا تنفع ولا تصلح في رمضان رمضان شهر خير شهر عبادة حتى يعني ما هو أقول لكم فيه فلهذا نحرس بقدر المستطاع على استغلال هذا الشهر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس أسمع هذا الحديث لو يعلم الناس ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان شف يا أخي هذا ليش لأن رمضان فيه حكم ومزايا أنت لا تعلمها يعلمها الله ولماذا قال الصوم لي وأنا أجزبي الله يقول الصوم لي وأنا أجزبي مع العلم أن الله يرى دبيبة نملة السوداء على الصخرة السوداء في جنح الليل المظلم ويا جماعة الخار أرجو منكم استكمال الدرس ومتابعة الدرس حتى النهاية الدرس ترنموا عباروا عدف الأخير وأرجو منكم الاشتراك في القناة واللائكات وأي مقترحة وملاحظة حياكم الله على الاصي فلا تضيعوا منكم هذه الأوقات والدروس هذه عبر ومواحظ لي ولكم فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم دائما وأبدا لاستغلال الأوقات فهذه الأيام ما في عذر ممكن تختم القرآن مرتين ثلاث ممكن وليش لا لأنه الآن الحمد لله جاء لسبيتك وكلما تحس بطفش كما تقول هذا علاج الطفش الآن جاء علاج الطفش وعلاج القرب وعلاج كل شيء لك القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب وأدعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخله ولا تيأسوا من رحمتي فرحمتي وسعد كل شيء فإحنا الآن في شار الصوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال إن للصائم دعوة لا ترد نكثر من هذا الدعاء بأن يخلصنا من هذا البلاء ومن هذا الوباء ودائما نطمئ إلى الأعلى حتى وإحنا بذنوبنا أنا بذنوبه معاصيه وأنت بذنوبك معاصيه والله العظيم من يبغى إلا الفردوس الأعلى من يبغى حديثي ولكن هذا عند الله سبحانه وتعالى لكن ندعو الله قال وأدعو الله بالفردوس الأعلى وهو أعلى الجنة فكيف يعني لا تيأس من رحمة الله حتى ولو كان عندك ذنوب ومعاصي من الذي يغفر الذنوب إنه ربي وقال ولا تيأسوا من رحمتي فرحمتي وسعت كل شيء وقال ولا تقنطوا من رحمتي فرحمتي وسعت كل شيء ودعوني اللهم أدخلني في رحمتك التي وسعت كل شيء فأحنا على الله سبحانه وتعالى ليس بأعمالنا ما نفكر في أعمالنا أعمالنا الله سبحانه وتعالى رحمته وتحسط كل شيء ولا نيأس ولا نستسلم ولا نقول لا وندعي الله دائم بأخطاءنا وبذنوب معاصنا الفردوس الأعلى ولم لا الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي وهو الكبير المتعال وهو الذي قوته فوق كل شيء وهو الذي جعلنا من الفيروس عبرة قال للدول العظماء الآن شوفوا الآن قوتي فأنا الكبير المتعال ليس هناك عظيم غير الله وأنا الأعظم وأنا القوي وأنا القوة لله جميعا فالحمد لله أحنا في كنف الله وفي رعاية الله وفي حفظ الله وفي دولة محكمة لشرح الله وكتاب الله وسنة نبي الله والحمد لله رب العالمين والله هو المطلع يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في جنح الليل المظلم فننتبه وقال الصوم لي وأنا أجزي به وكل شيء لله أجزي به فله ويرى الصائم حتى وإن احتال وحتى وإن قال أهل القادة وحتى وإن قال إنه محد يشوفه الله يرى أعبد الله كأنك ترافع إن لم تكن ترافع إنه يراك فلا أحد يظن على أنه خلاص معناته ممكن تندس من الناس ممكن تندس من أخوك من أبوك من أهلك من أمك من كل شيء تتغطى بشرشف تتدفى بكل شيء لكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا تخفى عليه خافية والحمد لله وحتى لا أطيل عليكم أعزائي أحبائي أرجو منكم الاشتراك والتعاون مع أبو مطران الذي يحبكم وكذلك الحمد لله أحنا الآن بفضل الله وتوفيقه مع نخبة طيبة من متابعين القناة ومن المشتركين في هذه القناة المثقفين الواعين الناس المحترمين قطعنا على أنفسنا وعدا على أننا كل ليلة من بعد العاشرة تماما في بث مباشر نقد في أسيلة ثقافية إسلامية وكذلك تراث وأمثلة شعبية وفعلا الناس عندنا في المنطقة ما شاء الله تبارك الله ظهرت لنا أشياء وظهرت لنا أشياء من خلال القناة وناس ما شاء الله تبارك الله يعطيهم من علم ويرزقهم وأنا أدعو لهم على الليلة في هذا الوقت الله أن يحفظهم وأن يوفقهم وأن يوفق ويحفظ ويرزق كل من معي في هذه القناة ومتعاون معي في هذه القناة ومشترك أسأل الله أن يرزقه وأن يعتق رقبتي ورقبته ورقبته ورقبت والديه ووالديه وأن يرحمنا ويرحم والدينا إنه على كل شيء قدير وإحفظكم الله محبكم أبو مطران في يومياته أبو مطران في رمضان